عبدالله يواجه مشكلة في تسجيل أطفاله في المدرسة وكما يقول لا إمكانية لديه كغيره من اليمنيين لتغطية التزامات أطفاله الدراسية كما أن المدارس الحكومية تعاني من ضعف كبير في الوسائل التعريمية أنا أتمنى أن يكون أولادي في المدارس الحكومية لا أرغب للتوجه للمدارس الأهلية ولكن زي ما قلت لك نظرا للعدوان للحصار أجبرنا على التوجه للمدارس الأهلية بحكم المتابعة وتواجد المدرسين وتواجد المنهج الدراسي ولكن هذا تسبب كبير علينا بالذات من يمتلك أكثر من طفل اثنين ثلاثة أربعة لا نستطيع له بالتزاماتنا أمام المدارس نظرا للظروف التي نمر بها بشكل عام الدمار الذي لحق بالمدارس الحكومية من جراء الحرب وغياب الكادر التعليمي الجيد بسبب انقطاع الرواتب دفع بعض أولياء الأمور للاتجاه نحو المدارس الأهلية التي استغل بعضها حاجة الناس من دون مراعاة لظروفهم قانون إن شاء المدارس التعليم الأهلي في اليمن كان قانون قاصر لا يعالج جميع الجوانب هناك من أستغل الثغرات في هذا القانون وعمد إليها أستغلوا مرونة القانون أستغلوا قلة الإجراءات الصالمة والعقوبة في هذا القانون لكن عمدنا إلى رفع الغرامات إلى خمسة أضعاف وإلى عشر أضعاف لتكون زاجرة من هذا الجانب المادي ثانيا إغلاق بعض المدارس وسط أجواء تراجع مستوى التعليم تقول المنظمات الدولية إن أكثر من ثمانية ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة لافتة إلى وجود أكثر من مليوني طفل من دون تعلم بسبب الحرب أكثر من مئة مدرسة أهلية كما تقول وزارة التعليم في صنعاء أحيلت إلى نيابة المخالفات للمساءلة القانونية بسبب تجاوزها قانون التعليم الأهلي وعدم مراعاتها للطلاب في ظل أوضاع الحرب والحصار أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين